في رئيسة بعد المباراة قال ان احنا استحققنا الفوز النهاردة واحنا كنا الفريق الافضل في الجماعية والفريق الافضل في الجماعية هو اللي حقق الفوز برامة خاض المباراة بقوة ولكن الزمالك نجح في تسجيل اهداف في الوقت المناسب وقال ان احنا خدنا مباراة منذ ثلاثة ايام قبل لقاء اليوم وسنخود لقاء اخر في الجولة بعد ثلاثة ايام هي الشكوى اخرى من ضغط المباراة اللي يتحدث عنها كل المدربين قال ان اللاعبين مش بيستحملوا الضغط ده قال كمان خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده انا بالنسبة لي امام عشور كان واحد من افضل لعب نادي الزمالك النهاردة وفي الموقت اللي فاتت قال ان امام عشور لم يظهر او لم يظهر حجم امكانياته الكبيرة حتى الان واللعب بيحتاج او يحتاج انه يفهم امكانياته وانه يعيد تنظيم نفسه ذهنيا هو يمتلك قدرات بدنية جيدة ولازم لازم يكون او ما يكونش بعيد عن منطقة الجزاء يعني الراجل تحفظ على بعض الحاجات لامام عشور اللي احنا وانحنا نفرج على المباراة شوفنا واحد من افضل لعبي الفريق شفت المدرب شفت المدرب هو شايف انه لا امام لسه عنده نواقص لازم يكملها لعب كبير بس عنده نواقص بعد المباراة على طول مجلس ادارة نادي الزمالك قرر صرف مكافأة لكل اللاعبين مكافأة مالية كبيرة عشان يحفزهم بعد الفوز على برامد الفوز السابع على التوالي المكافأة اللي رصدها مجلس ادارة نادي الزمالك النهاردة 70 الف جنيه لكل لاعب استحقوا لعبار الجالة وقدموا مباراة كبيرة